اهلا وسهلا بكم متابعينا ومشاهدين في كل مكان هنشوف اسعار الخضار النهاردة في سهول عبور وهنشوف البصل وصل لحد فين والتوم وهنشوف اسعار الخيار والبطاطس والكوسة والبامية فتابع معايا الفيديو علشان تستفادوا تعرف الاسعار وطبعا ممكن تدخل على القناة لا فيديوهات هامة جدا عن طريق زراعة المحاصيل الزراعية فهتستفاد منها جدا ان شاء الله بالنسبة طبعا لأي متابعة جديد مستشتعمل لايك الفيديو واشترك في القناة علشان يصلك كل جديد متابعين لما عودين يعمل لايك الفيديو وبشكركم جدا جدا طبعا هنتكلم كلام مهم جدا عن البصل فتابع معايا الفيديو للنهاية علشان تستفادوا طبعا يا جماعة البطاطس اللي موجودة حاليا في سهول عبور وفي الاسواء كلها بنسبة 80% كلها بطاطس كارا جماعة طبعا بداية كده البطاطس الكارا جماعة يعني فيه طبعا من 10.5 لحد 11 جنيه و12 جنيه تمام ده بالنسبة لسعر البطاطس الكارا النهاردة في سهول عبور للجملة اسعار الخيار النهاردة في سهول عبور طبعا فيه خيار جماعة يبدأ من 4 جنيه و3 جنيه لحد 6 جنيه 6 جنيه ونص تمام ده بالنسبة لسعر الخيار الكوسة جماعة فيها طبعا من 7 جنيه لحد 8 جنيه 8 جنيه ونص الفلفل الاخضرة جماعة طبعا فيه من 5 جنيه و4 جنيه لحد 6 جنيه و7 جنيه حسب الجودة تمام كل الاسعار موجودة في سهول عبور للجملة اهم حق جودة الزرق البام يا جماعة فيها يعني معك تبدأ من 20 جنيه لحد 30 جنيه ده بالنسبة الجودة المتوسطة والعلي اسعار التوم طبعا التوم النهاردة جماعة فيه من 40 لحد 45 جنيه اسعار التوم فيه من 40 جنيه لحد 45 جنيه ملحوظة بس عشان الناس اللي بتكتب تعليقات الاسعار اللي بنعرضها لك ده اسعار الجملة في سوق العبور للجملة ده اسعار جملة جماعة احنا عارفين ان في التجزية طبعا الاسعار تختلف تماما عن اسعار الجملة لان التاجر اللي بيشتري طبعا بيحسب مشال وبيطلع هالك وجر محل ويعني بيصرف مصاريف كتير فطبعا بيحسب الحزبة دي كلها فهو مش يبيع لك لله يعني كده فلازم بيلاقي اللي هو متعيش وبيلاقي مكسابه اي نعم في بعض التجار بتبالغ شوية في المكاسب ولكن اهو ربنا يصلح الحال بالنسبة لأسعار البصل البصل يا جماعة قلنا قبل كده الحى اشتري بصل وخزن هاتلك شكارش كارتين تلاتة ما فيش اي مشكلة وحطهم في اي مكان يكون جيد التهواء بعيد عن الشمس هيقعد معاك طول السنة محدش عارف السوق رأي على فين ممكن البصل يرتفع تمام هو السنخفطة اكتر من كده هيبقى حرام البصل منخفض جدا 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 كمان في الجملة وفي التجزيئة اسعاره زي الفل بالنسبة للمستهلك انما بالنسبة للمزارع ربنا اعوض المزارع خير يعني اسعار البصل النهاردة فيه بصل يبدأ من 4 جنيه لحد 6 جنيه من 4 جنيه لحد 6 جنيه في البصل البيع طبعا فيه البصل الكشر الفارقة تلاقيه فيه 6.5 جنيه ده بالنسبة لسعر البصل وكمان هتلاقي الكشر الفارقة 7 جنيه فاسعار البصل منخفضة جدا جدا فعايز تشتري اشتري لك شكرة واتنين زي ما قلنا ولا تلاتة ما فيش مشكلة تشتري لي قضيك ومكان جاد التهواء كده بعدها على الشمس والكنو بالنسبة لأسعار الطماطم النهاردة طبعا فيه طماطم تبدأ من 60 جنيه لحد 80 جنيه في العدات الصغيرة والعدات الكبيرة طبعا فيها من 90 و100 لحد 110 و120 جنيه حسب الجودة جميعا تمنى اكون افدناكم الفيديوات اللي بقولك عليها موجودة قدامك هي خاصة بالمحاصيل الزراعية وممكن تدخل على القناة هتستفد منها جدا شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته